معكم على نصر موقع عرف نيتكم فيديو النهاردة هنتكلم معكم على حالة مشكلة قبل كتير المستخدمين مهتموا باستخدام سماعة الاوزن او اثناء استخدام من الجهاز الكمبيوتر او مشكلة بتتلخص يعني ان تكونش قادر على سماعة الاسوات المحيطة ليك او احيان بتبدأ تتخيل ان في اصوات محيطة ليك وتبدأ تشير السماعة بتبدأ اكيد ازا كان في اصوات او لا او احيان بتكون مسلا في مكان عام بتكون عايز تسمع الاسوات المحيطة ليك او مسلا مع اصدقائك بس مركب تسمعها طيب المشكلة تحلها ازاي مضوع بسيط جدا هتقدر تروح على العلمة الخاصة او الايكون الخاصة بالرفع وخفض الصوت كليك يمين هتبدأ تختار هيبدأ يظهر معك الميكروفونات اللي شغالة او موجود عندك على الجهاز هتبدأ تشوف اللي جنب على المصطح ده اللي بيكون متاكتف او متفعل تزغط عليه مرتين هيبدأ يظهر لك اه نافذة بالشكل ده عندك حاجة اسمها من هنا تبدأ عليها وتبدأ التعلم على الخيار ده طب الخيار ده هيفيدك في ايه هيفيدك انه يبدأ يفعال لك المايك وهتبدأ تسمع الاسوات المحيطة بيك بشكل مباشر عن طريق سماعات الاوزن بالسخدام سواء خاص باللابتوب او الخاص بالسماعات الاوزن بعدك يضغط اوكي بعد هنا اوكي بالتأكيد ما تحاولش تفعل الخيار ده اسناء لسخدامك لسماعات غير سماعات الاوزن لانه هيبدأ يظهر لك صدا صوت وهيبدأ ايديك بشكل كبير وده كان فيديو نهارده بتأكيد اعجبك فيديو رتعمل لايك لو ده ما تشوفنا هاتيوب ده تعمل سبسكرايب كما ترتبع صفحتنا على فيسبوك تويتر انستجرام جوجل بلاس كما ترزو الموقع عشان تابع المواضيع الكتابية بتنزل بشكل يومي ده كم وضوع فيديو نهارده بقناة صلى الفكرة كما معكم معنا صار موقع عرف نتكوم